تب خليني أقول كده الوجه الهادئ يعني فاد أشرف عبدالغفور ولا ضره في بعض الأدوار كان نفسه يحملها لا أنا للحق من البداية زي ما بقول لحضرزك أنا خفت من هذه القولبة أني أنا أتحط في قالب الولد الرومانسي كده وأذكر بأن زميل العزيز رشوان توفيق كان بيخرج في التلفزيون وكان عنده برنامج شبه محكمة كده وجريمة وهو أول واحد قداني دور شرير فكان التويست في حياتي أن أنا أعمل هذا الدور وبعدين بعد ما راحل بقى كتير من حياتي يعني دخلت في هذه الأدوار وحقيقة الدور الشرير دايما مركب وفيه تضاريس كتير وفيه تمثيل ومغمرة وفيه يعني فيه إمكانية أن الواحد يغوص في أعماق شخصية ويطلع منها حاجة لأن الخير واضح ومختلف عنك أنت عن شخصيتك أنت الحقيق وده اللي أنا حبيت أن أعمله أن أنا ما عملش أشرف عبدالغفور أنا أعمل شخصية أخرى أنا هنا عايز أسألك سؤال دايما بيبقى في دماغنا إحنا كمشاهدين يا ترى الممثل هو المسؤول عن الأدوار اللي يعملها كلها ولا أحيانا بيظلم بالقولة يعني يفضل محطوط في قالب وما يعرفش يغير ويفضل المنتج مصر على أنه ينجح به مرة واثنين وثلاثة ويبقى هو نفسه يغير يعني أنت مثلا حضرتك قلت لي تنبهت من البداية أنك تبقى أعمل كذا هل الممثل بيبقى مظلوم في الحتة دي أحيانا؟ أحيانا لكن هو فيه حاجة لازم الفنان يعيها كويس جدا لازم يدرب نفسه على إمتى يقول لا آه حلوة دي زي ما بيقول آه لازم يتدرب تماما على يقول لا حتى لو قاعد في البيت شوية؟ قاعد كتير حتى لو قاعد كتير وخاصة إن لا في مهنتنا أحيانا بتبقى تكلفتها باهظة بتبقى تكلفتها كتير قلت كام لا كتير 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 وكت حسس إن لازم تعمل كده بالتأكيد لأن هي المسألة بتعتمد على تركيبة الشخص نفسه تركيبته الإنسانية أولا من قبل حتى ما يدخل الفن صحيح هو يعني ربنا أوجده في هذه الحياة وهو بيعمل إيه؟ بيهدف لإيه؟ بيتطور مشواره رايح فين شايف مشواره فين بيحدد مصاره إزاي فإحنا برضو في شغلتنا وشغلتنا شغلنا حساسة جدا ودقيقة جدا يعني ولازم يبقى من البداية الشخص دخل هذه المهنة ليه؟ طبعاً هل بهدف المال، الشهرة، الصيط، الغنى، ولا له هدف معين عايز يعمله؟ فهي المسألة بتعتمد على تركيبة الشخص كل م maneuverتكم الذي يبحث فيها؟ يكلف تريد أن التركيز فيه، الحساسة جدا ودقيقة جدا نهاية جدا يمكنك أن تحرموني ولوعتوا يحصولي مكوكوكوكوكوه والدفرانAndحي مكوكوكوكوه إصابة جدا كداب تعتمد على تركيبة الحاسي لكاله إجريا الكتب نهاية جدا كدعمة لتعرف جدا